ضيعوها كلها الحمد لله في النهاية كانت مليحة والفارق توج ورح يتوج الآن طبعا وفي هذه اللحظات مشاهدينا عملية تحضير لتسليم الميداليات للفارق المنهزم يانج أفريكانز بحضور رئيس الاتحاد الفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي وعندرح محمد وزير الشبابي ورياضة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جاهيد سفيزف وأعضاء من الاتحاد الفريقي لكرة القدم في هذه الاتناس يسعد لايبي تي بي أو عفوا يانج أفريكانز أو البداية بالحكام طاقم التحكيم كان مميز مونيرا يبدو بأنه كان مميز تحكيم موريطاني رائع لا اليوم كان قدرنا نقوله التحكيم كان في المستوى في مستوى الحادث مستوى النهائي ما شفناش أخطاء كبيرة باستثناء ربما ضربت جزاء الاتحاد لكن أنا حبيت نعرف برك هل تأكد اليوم الفارما هذا هو الحديث اللي يقول لك على أنه الفار ممكن لأنه استدعى قائد الفريقين هذا هو الحديث نعم لو ما شفناش ولو مرة راح للفار يجب لي يا ربي الفار ما كانش يمشي لا الفار الآن تقنية الفار تطورت يعني الفار باش يمشي الحاكم يتأكد بنفسه ولكن أنا نظن باش تمشي للفار لازم الحاكم يكون غير متأكد أنا ضربت جزاء الأولى الحاكم كان تقريبا متأكد من نفسه يعني يعطي له الإشارة ولا يمشي ولا ما يمشيش ولكن باش يمشي لازم تكون حالة شوية فيها شك ولكن احنا المشكلة الإفريقيا أنه ما يعطيكش على الشاشة ما يعطيكش المعطايات لموشاهد هذا هو اللي يخليك أنا نظل اليوم تقريبا كانت في حكمة كبيرة من الحكام أنا نظل حكام الفار وحكم حاكم رئيسي لأنه كانوا فيه مناواشات وكانوا قادرين يخرج لاعب لاعب من الانتحاد العاصمة وميونغ أفريكنز لأنه شفنا على الاركنيات لاعب ضرب بالرأس لأخر تجعله هذيك في أوروبا بطاقة حمراء في أوروبا يعني ما فيهش تسامح ما هذا شي خاصة من الفار يناديوا لك وتخرج مبارش أنا نظل الحاكم ما حابش يفسد المباراة بطرد لاعب أو لاعبين خلاها وحذر يعني عيط اللاعبين وحذرهم وعيط عدة مرات اللاعبين اللي كانوا يتناوش وحذرهم قالوا هم حيكون بطاقة والحمد لله ما كانش خورج لاعب شفنا تاني حاكم كان وطوري تاني حاكم ما كانش ما راح لوش النهائي مني مباراة صحيح إلى آخر دقيقة آخيرة شفنا يخرج بطاقة صفراء هندر المدرب هندر مع ابن شيخ هندر مع كل اللاعبين عرف كيف سيصير هذا اللاعبين أنا نعطيه نعطيه تقريبا علامة كاملة احنا اللي همنا اليوم هو تتويج الاتحاد هو تتويج الجزائر هذا هو اللي همنا ذلك نتكلمو على الحاكم الحمد لله تحكيم كان في المستوى اللاعبين بالرغم الضغط الكبير ما لازمش نلومهم كذلك لديعوا شفنا الاتحاد كان في الشوطة الثانية أحسن بكثير من الشوطة الأول فريق يونج أفريكا ممشتش في الشوطة الأول مشكلتنا كانت في الوسط لذلك تم يخرج ميص على مرباح لا لا تفطن حا تفطن عبد الحق من الشيخ اللي ميص على مرباح ما نسوش عد من إصابة غير كيمة والمستوى المعهود ما لازمش نلومون لازمش ندبحوا هذا اللاعب هدايا تفطن عبد الحق من الشيخ اللي كان خلل في وسط الميدان على دخل عبد الرحمن مزيان لقدم الإضافة في الهجوم وشفنا الاتحاد أحسن في الشوطة والسعادة لكل الجزائريين وأيضا رئيس الجمهورية في هذه الأثناء يغرد مبروك النصر لاتحاد الجزائر مبروك لأبناء سوستارة ولكل الجزائريات والجزائريين شكرا يا أبطال إفريقيا هذه التغريدة التي كانت في هذه اللحظات طبعا بعد تتويج اتحاد الجزائر لقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعبد المجيد تبون على السريع مبروك النصر لاتحاد الجزائر مبروك لأبناء سوستارة ولكل الجزائريات والجزائريين شكرا يا أبطال إفريقيا طبعا هذا التتويج هو تتويج الجزائر على بعد الفوز في مبارة الذهاب 2-1 ثم خسارة بهدف السفل لا ينقص شيئا لأنه في النهاية التاريخ يذكر فقط حسين آشو التاريخ يذكر التتويج صح؟ نعم نظن قتلك تعمل مباراة كبيرة وتعمل تاكتيكيا وبدنيا وتنهازم يعني ما تتوج بالكأس تنسى هذه المباراة حاكيم أنا نظن اليوم الحاجة اللي راح تبقى في الأذهان هذا التتويج الأول وهذه اللعبين راهم سجلوا أنفسهم بكما يقول لك بحروف من ذهب في قاموس اتحاد العاصمة وفي قاموس الكرة الجزائرية راح يذكرهم يعني ولو ما يكونوا حاضرين يذكرهم اللعبين يعني يعهدوا أن يهدوا لصديقهم يعني اللي توفى بلال بن حمود هذا الكأس ووفاوا ووفاوا بالعهد ومشاوا حتى الحلتان النهائي وفازوا بالكأس يعني عن جزائر ومشيء ثمرة شغل من سنوات صح؟ والله يشوف اتحاد العاصمة دايما أنا كنت نقول يعني في أسوأ الحالة على لعبين كنت نقول لهم أنتم أحسن لعبين في الكرة الجزائرية ولو مريتوا يعني بضروف صعبة ومشاكل ولكن يعني كنت تشوف لعبين تحفيز منك فقط لا أعتقاد على أفضل لا أعتقاد حكيم أنا نظن لعبين اللي كانوا في الاتحاد العاصمة اليوم تشوف اللي كانوا على دكة البودالاء يروحوا يلعبوا في أي فارق يعني جزائري كأساسيين تشوف أنت اليوم عندك دكة احتياط عندك مزيان عندك زواري عندك بن خليفة عندك جحنيط عندك عندك يعني لعبين الهريش بالقاسم هذا كل تقريبا لعبين أساسيين يعني وعندهم يعني خبرة وكانوا من أحسن لعبين في البطولة لازم تكون عندك دكة احتياط لازم يكون عندك فارق متكامل شفنا اللعبين اللي كانوا يلعبوه كأساسيين في بداية هذا المشوار تالك أسادية ما لعبوه ما مشوش أساسيين وهذا شيء يحسب يعني للمدرب عبدالحق بن شيخة اللي عرف كيفاش يعطي يعني جرعة يعني تالك أكسيجين دايما يخلي اللعبين يكونوا أحسن ونعرف باللي في في موسم دايما كاي اللعبين في كما يقولك دي بريود مراحل مراحل يكون يعني واحد طالع وواحد ينزل المستوى شفنا اللعبين اللي كانوا أكتر جاهزية دخلوا في هذه الأثناء مثل ما كنت تقول الكأس اتحاد العاصمة في العيد وأيضا مع والد بيلاب الحمودة بعد التتويج منيح هذه الأمور صح لا صح هذا اللعب والله البيلال ما ينساوش ما ينساوش أنصار الاتحاد العام لسيما ما ينساوش زملاء وهذه لحظة غير تاريخية حاكم أنا حاكم يقول لك أنا نتكلم نتكلم يعني بقلبي وفرحان كتير حسيني أول مرة نشوف الدموع عليك وكأنك نعم نعم قصدك هذه الصورة بينصير حكيم أنا نظن أنا كلاعب كنت نتمنى نهدي هذا الشي الاتحاد العاصمة والآن من بعيد نفرح لهذه اللعبين يعني اللي عملت معاهم اللعبين اللي يعني مروا بضعوف بضعوف جدا صعبة ولكن تحملوا وكما يقول لك بعد العسر يسر والحمد لله اليوم يتوجه إن شاء الله كما يقول لك ما يبقاش هذا التتويج الأول والآخر هذه تفتح يعني تحل هذه العقدة اللي كانت اتحاد العاصمة بعدما خسر وكان عنده فارق نظن أقوى ضد دي بي مازنبي خسر خسر نهائي ما عرفناش كيف نتعامل مع هذا النهائي ملعب خمسة جويلية دايما يلقى يبقى صحيح ملعب ألقاب حكيم نظن كان يعودوا يرجعوا الوراء ما نلعبوش في ملعب بولوغين ولا لقاء نلعبوه تاعد شامبينس ليج ولا في ملعب بولوغين هذه كانت غلطة لأن الجاماهير نقولوا ضغط في بولوغين ولكن الجاماهير اللي كانت اليوم يعني نقولوا لهم نرفعوا لهم القبعة كانوا يعني جزء من هذا من هذا التتويج والحمد لله والله الحمد لله حكيم مونير طرحة كبيرة طرحة كبيرة مونير لما تشوف لاعب سابق واحد رأس الاتحاد العاصمة الفترة يفرح لشي هو رهب عيد عليه على الأقل هذا الموسم وهذا الانجاد تحس أنه الجزارين التحديد في هذا لا هذه حقيقة هذه حقيقة حد نشوف حكيم لاعب يكون لعب سابق في فارق في أي فارق حسين يتحدث بهذه الفرحة نحس مزال خير مزال بطبيعة الحال روه دموا اتحاد العاصمة حسين أرشي ما تقدر تصوره غدوم مناصرة فارق آخر ما يقدرش خلاص راهو في الاتحاد رو يعيش كأنه راهو الداخل ويتمنى الحق كنت في سبع و سعين كنت معهم حسين دور بن سميائي لا كنت معهم الجين في 2015 كان سريق أقوى من هذا من ناحية التقنية لكن شوفوا شبان هدوما بالإرادة بالعزيمة بلاعب بمدرب يعرف خدمته كما ينبغي ها هو الحق بشوف حكيم الألقاب الإفريقية ما هيش ما هيش بيوهديك الصعوبة الفرقة الجزائرية مستحيل فارق يديها وليك اتحاد العاصمة بالخدمة الناس أمند بشغولها أمند بخدمتها وملاحقوا ومتدور أو ومتدور كان إرادة كان عزيمة كان لرجاء كما تكون جزء من تاريخ أنت شاركت في بناء هذا تحس قدرش تهدم أنا نظن ليتمنى الفاريق أشياء غير جيدة ما عندوش يعني أنت تبني حاجة تبني حاجة تبني تاريخ الفاريق بالألقاب اللي نلتها وكل الأعوام اللي مريت بيها في هذا الفاريق وبعد ما تقدرش حكين تتمنى إلا الخير ولو تمر بضورة صعبة ولكن تقعد تتمنى الخير الفاريقك وتفرح الفاريقك وتفرح للعبين هذا الشي كما يقول لك لازم يكون فيك لأن تربيت في هذا الفاريق وكبرت فيه وما تقدرش تنكر الجميع نهائي اليوم في الملعب على كل حال كما يقول لك المهم هو أن الفاريق كنت قادر نكون وما يتودش الفاريق كل واحد تشوف الفرحة هذه لا تفرح أكيد كل واحد يتمنى يكون في هذا الفرحة ويكون جزء من الفرحة ولكن أنا دايما ننسب بروحي الاتحاد العاصمة ونقول كيف وزهما أنا فز لأن نحسب بروحي واحد من عائلة اتحاد العاصمة ومن تاريخ اتحاد العاصمة ونفتخر كأن نفست بهذا النهاية